السلام عليكم ان شاء الله كامل لباس الوصفة اليوم راح تكون بولي فرسي هكم تعفوذك رمضان نحتاج الدوزيام بلا نبدله فيه ايبان اليوم حابيت نشارك معاكم هذه الوصفة البولي فرسي عملتوا معاكم ديجا قبل ودرك هنعمل معاكم طريقة جديدة وبلما نطاول عليكم نبدأ بالطريقة على باركة الله الزيتون معدنوس لحم فروم وعندي الفخوماج هادا حابيت نوريه لكم فخوماج تشيزي اللي يجي كما كزاما القطاع ويهب اللي يهب الاخر من الاخرين سوختكم تشريه وتعلي فخصيان دوكا كاغي راوعة بنين ياسر لانا عندي بصلة وسنة التوم وصدر دجاج قصيت وشرائح رقاق نبدأ اول حاجة بالبصل والتوم راح نقطع حماما معاكم ونرحيم فروبو بها جيو مرحيين مليح خير من انكم تقصوا من بيتكم شوفوا ديماليسوس بلانش ونقصوا كما هكا ونحطوا في الربو مع السنة تعتوم ونرحيه الكمية اللي تحصلت عليها هادا هي كيفاه رحيتو راح نحط طرف نحطوا به نعمل بلا سوس بلانش وطرف نقلي فيه الحمرحي هنا احنا جبت المقلة اللي راح نقلي فيها الحمرحي نحطوا فيها كمية طالب صل تفقدت لكم ان نخليه الاخرى با ها نديروا فيها راسوس بلانش بعدها يعطينا قو مليح راح نحطوا ملعقات تعاسمن ديما نخدم بالمدينة خطرق شلق وطاع ومليح ما يخليش هادا كان لغيقو القاطع كيف نقولو احنا ونزيد لهم شوية زيت ونحطوهم يتقللوا بان سوقتانا نضيفو الحمرحي سيتقللوا كل مع بعضهم في ساعة ما ياخدوش وقت طويل وفغيما لغوت حميجي روعة نحطو الملح والفلفل الاسود وشوية قرفة كيف عمبالكم القرفة تمشي مع اللحوم سوى البيضاء سوى الحمراء تعطيها قوبنين نحطو شوية بركة من قطرش سيتول هنا كما لكم تشوفو الحمتة تقلم على البصل الراحة ما نحكي لكمش تهبل ونبوش دوساكي حطينا هذيك الملعقات تعاسمنو شوية زيت مع الماطار البصل دروا نا اون سوس تهبل دركة البناتوس راح ندير راح نجيب سحم ندي الكمية اللحم اللي راح نحشي باعها نحطوها في السحم واسا يوم تهزوش البوين هذيك اللي تشكل هذيك اللحم شايح ونخليه في المقلة شوية الحم باه ننخدمو به لاسوس بلانش راح نجيبه لبصلتع قبيلة لقعد دلنا نضيفوه لهذا كالحام ونضيف له شوية بركة زيت خطرة دجا كاين ونضيفوه يتقلها شوية ونبعد نضيفوه القليل من الماء باها تشكل لنا الاساس هذي نخليوه تتقلها بشوية ونروح ودركة اللي زيتاب الاخرين بون الهنايا اه 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 بعد ما بردت شوية احنضيفوه لها هذا كالمعجنوس بانسوق ضيفوه لها ابخي ما تتقلها ما حبيتش نقليه معاها بها ما يكحالش حبيت نخليها كايا اه اه جديد سيتو نحركو هاداك المعدنوس مع الافيونداشي ولي هنا يتحصلنا على الحشوة تاع الدجاج يعني السامبل ميلوغو تاحها فريمان هملي حياسر دوركوش نحتاجو نحتاجو البابي فيلم هاداك البابيالي منتاغ راحي ننفرشوه ونستعملوه باه نحطوه لتخانج تاع الدجاج هادوما ننستفوهم نعرفو كيفما تحبو تعملو بودان كبير تحبو تعملو صغير اختيار ليكم انتم ما انا راح نعملو زوز متوسطين حسب الكمية اللي عندي وكان عندكم هديكة الحم اضربو بها انا عم عنديش درتب القراص باركا وصيتوه بطريقة هادية نستفوهم ونبدأ ونحطوه في الحشوة على الكامل الاسيخفاز كان اللي يحبو يحطوها غير هكا فننصم بعدي دورو الحم هكا هات بسح بالطريقة هادية تجي احسن ودوركو نزيدو الفخوماج حسب البلاصان اللي هنا حطت مرمان ما ثلاث كعبات ونهزو بالبع بيخير مع هاداكا او نرسو بنشكلو البودان تاعنا اسي وتروسو بيان بهما يتحل الكومش خاطر كي عودو دي بورسيان كيما هكا مش كيفي عود مرحي هما الطرق لزوز ملاح سيتوه كنكملو نخليه طرف من البابي فيلم ملحاشيا ونقشو ونقف له بيان من الفوق ومن اللي كوتي باهلا فاخس ما تخرجش بهذا الطريقة يحكم مرح وروعه نزيدو بنفس الطريقة ناخد موربودان الثاني نزيدو نحل البابي فيلم ونستف هادوكا الاتجاج بهذا الطريقة يعني حاجة سهلة جدا نزيدو نحوط الحشواء ونزيدو نزيدو بنفس الطريقة نكون عندي دو بودان متوسطين وان المرة هادية سيطلب مرح في المفوق سيطلب مرحوط غيره ونحفظو على الشكل التحم جدته في الكسكاس والنتقبه بالكيوردون حتى دكا كبير بصحبوكا بعد كيس يطيب في طريقة صغار مهم يا البنات حطيت البرمة وغطيتها لها وخليطه يفور لا يأخذ وقت يسر من بساعة هنا اللافيونتشي هذيك اللي تقلت نزيد لها شوية ماء وزيتون هذيك نحط لها شوية فلفل أسود ونحط لها شوية كركم سيتون خلقها شوية تهز الغلوة ونطفع لها بالنسبة للبودان تاعي طابو كما راكم تشوفو بانسيغ تقلبوه مع الكوتيل وخورنطوما بهذا الطريقة بنتأكدوه ويطيب بس بنتأكدو بركا سيتون دورك وش نعمل الهنا عندي لصاص بلانشو جدد بنينا يسر لحطها روعة نجيب المقلة نحط فاها ملعقة كبيرة تاع زبدة نخلاها دوب نجيب هذوك اللي بودان نحطهم يتحمروا انا كنت مزروبة ما انتم خليوهم يبردوا بيان بعد قصوهم بان نقول لكم يبردوا مش يبرد بيبردوا يعني تنحل ما ديكي سخانة تاع المقلة وتقصوهم وهذا هم بها الوصفة تاعنا في صحن التقديم جا تروعة بدنا ياسر ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم بيانسو غولة تاع البولة كيعد مشو مرحي ما يجي شكله كيف يعد مرحي كيعد مرحي يجي شكله احسن ما هادتانا مليحو القطاع وروعة جربوا حتى من اللاصص جا تتهبل بالصحة لبنات كان عجبتكم الوصفة خليوا لي لايك وكمانتر واللي مزال تنوشها مشتركة في القناة تتفضل بالاشتراك وتفعل زر الجرس بيوسلكم كل ما هو جديد ونلتقا ومع فيديو اخر ان شاء الله باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة